أوقفت الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات اليوم بث قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني بحجة بثه برامج تثير النعارات الطائفية وغردت المنار على تويتر أن بثها مستمر على قمر روسي وعلى الانترنت دكتور مختار يعني هل هذا القرار مرتبط بزيارة خدم الحرمين الشريفين؟ خلينا أقول لك تفسير الشخص في هذا النطاق؟ آه يعني وأنا بتصور هدية من النايل سات أو هدية مصرية إلى العهل السعودي خصوصا بأن هناك فجوة كبيرة أو شكل صراع سعودي مع حزب الله مرتبط بتدخل حزب الله داخل الساحة اللبنانية أو التأثير داخلها وتأثير حزب الله داخل الساحة السورية وعلاقته ببشار حديث حسن نصر الله الأمين عام لحزب الله وحديثه عن السعودية بأن هي رعاية للإرهاب وإلى حد كبير جدا هاجمها في كثير جدا من خطبه هدية مصرية أو هدية من النايل سات إلى العهل السعودي بعدم بس هذه القناة وأنا متصور أن هي ترضية للمملكة العربية السعودية ترجمة نانسي قنقر